يصادف اليوم 21 من أغسطث الذكرى الخامسة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك ففي مثل هذا اليوم من عام 1969 اقتحم يهودي متطرف أسترالي الجنسية المسجد الأقصى وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد ما تطلب لسنوات كثيرة لإعادة ترميمه وزغرفته كما كان خمسة وخمسون عاما تمر اليوم على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك التي أشعلها اليهودي الأسترالي الجنسية مايكل روهان خمسة وخمسون عاما لم تخمت خلالها نيران الحقد والكراهية من جانب الاحتلال الإسرائيلي الجاسم على قلب فلسطين ومسجدها الأقصى منذ أكثر من 76 عاما النيران التي أشعلها روهان متعمدا في الجناح الشرقي للمسجد الأقصى في الحادي والعشرين من أغسطس من عام 1969 أتت على أجزاء واسعة منه أهمها منبر صلاح الدين التاريخي وأتت على واجهات المسجد وصقفه وسجاده وزخارفه النادرة وعلى كل محتوياته من المصاحف والأساس وتضرر البناء بشكل كبير مما تطلب سنوات لإعادة ترميمه وزخرفته وضمن المعالم التي أتت عليها النيران مسجد عمر إضافة إلى تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا وسلاسة أروقة من أصل سبعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريقة وعمودين مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد إضافة إلى أربع وسبعين نافذة خشبية وغيرها من المحتويات الخاصة بالمسجد الأقصى ومع الذكرى الخامسة والخمسين لم ينتهي الخطر الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية في القدس بعد بل والمسيحية أيضا لتسجل دوائر السلطة الفلسطينية محاولات متعددة ومتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتهويد تلك المقدسات عبر تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم منذ عقود طويلة لتأتي الاقتحامات المتواصلة للمسجد بمشاركة قيادات يمينية متطرفة بحكومة الاحتلال الإسرائيلية واحدة من أخطر تلك المحاولات وتبقى المناشدات الفلسطينية بمختلف أطيافها للمجتمع الدولي صادحة بضرورة إنقاذ فلسطين ومواطنها ومقدساتها من مخالب الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يأبه بقرارات أو بقوانين دولية أو إنسانية ترجمة نانسي قنقر